وصل فيروس كورونا إلى أكثر من 200 دولة سنتتبع أبرز محطات انتشاره في الثالث عشر من يناير الماضي أعلن مسؤول الصحة في تايلاند واليابان وجود إصابات لديهم وكانت تلك أولى الحالات التي تسجل خارج الصين بعدها بشهر تقريبا أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد وفيات فيروس كورونا فاقت تلك التي نتجت عن متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف اختصارا بسارس ومع نهاية فبراير الماضي كان الفيروس المستجد قد انتشر في أكثر من 50 دولة وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن التفشي وصل إلى مرحلة حاسمة انطلاقا من الثامن من مارس الماضي خطفت إيطاليا وإيران الأنظار بسرعة انتشار الفيروس وأعداد الإصابات والوفيات في كل من الدولتين مطلع الشهر الحالي تجاوز إجمال الإصابات العالمية حاجز المليون نصفها في أوروبا وربعها تقريبا في الولايات المتحدة فيما ارتفعت الوفيات لنحو 51 ألف حالة في العاشر من أبريل أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تسجل أكثر من ألفي وفاة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد اليوم يتخط عدد الإصابات بالفيروس عدبة المليونين بعد 12 يوما من المليون الأول رقم قياسي بوقت قياسي تتصدر فيه الولايات المتحدة عدد الإصابات والوفيات 70% من الإصابات لا يزال نشطا و22% شفية تماما فيما الوفيات العالمية لم تتخطى 6% من إجمال الحالات